نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة خاصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين وشدد المركز على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملكة للدولة مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين وبرسوم رمزية للقادرين فضلاً عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين أشار المركز إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية وأليات تشغيلها وكذلك إدارتها مع استمرار ملكيتها للدولة